دعوة لتوحيد الصف شمالاً وجنوباً لمواجهة ميليشي الحوثي تلك التي أطلقها طارق صالح عبر ما يسمى المكتب السياسي لحراس الجمهورية الدعوة لاقت ترحيباً من المجلس الانتقالي وهو ما جعل البعض يقول إن هناك أبعاداً أخرى للدعوة بالنظر إلى شواهد عدة أولها أن الدعوة جاءت بعد يوم واحد من تصريح المبعوث الأممين بأن للإمارات دوراً رئيساً في ملف السلام في اليمن من خلال الضغط على حلفائها وهو ما تؤكده تلك التصريحات التي أتت من قبل المكونات المدعومة من أبوظبي البعض يرى أيضاً أن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت وراءه سعي من قبل طارق لتسويق نفسه بديلاً للشرعية مستغلاً فشل الأخيرة في إدارة ملف الحرب والسياسة وإلا فإن الظرف متاح أكثر من أي وقت مضاء لأن تتحرك جبهة القتال في الساحل الغربي التي تبدو في أضعف حالاتها بالنسبة للحوثيين المنشغلين في معارك مأرب لكن الهدف غير المعلن لطارق صالح هو أن يتساقط الجميع في معسكر الشرعية وخصوصاً الإصلاح لكي يصبح هو رجل المرحلة والقائد الأوحد هذا الرهان يؤكد أن ليس الهدف بالنسبة لطارق الدفاع عن الجمهورية وإنما العودة إلى السلطة من بوابة حلفاء الأمس بعد اليوم